يامسا الخير ويأهلا وسهلا بكل أهلوية اللي بيدعوا معنا حلقة جديدة وأسبوع جديد تحياتي لكم من السادسة والحقيقة يمكن أنا يعني هبتدي حلقة النهاردة بسؤال حاسس أو إحساس هو إحساس أكتر منه سؤال الحقيقة حاسس إنه الناس متفجأة من بعد مباراة فاركو وحاسس إنه ردود الأفعال على مستوى التحكيم في مباراة فاركو لأهلي وفاركو وكأنه أصاب الناس بالصدمة وإيه الجديد يعني وإيه الجديد خليك فاكر بس كواس جدا إنه حتى وإنت في أحسن في أسوأ حالتك حتى وإنت مش في مستوك حتى وإنت فرقتك بتعاني من غيابات ومن إصابات ومن إجهاد كان مفترض وأنا بكلم حضراتكم النهاردة تبقى فرصتنا في المنافسة على البطولة قائمة حتى وإنت مش في أحسن حالتك ارجع كده بالذاكرة مش لبعيد ما تروحس لبعيد يعني أنا ممكن أخذك بعيد طبعا لغاية الموسم اللي فات والريجستري عندنا أو التسجيل عندنا على أعلى مستوات وقع وقع وموقف موقف لكن الغريب في الموضوع إنه الناس ما بتتكلمش على إنه ليه مستوى التحكيم في مصر وصل لهذا المستوى يعني إيه المبررات أو إيه الأسباب اللي خلت التحكيم المصري يسقط إلى الهوية مش هرجل ومش هكسف إن أنا أقولها مش بس هدفعا عن حقوق النادي الأهلي ولكن كمان فيه جزء غيرة على المستوى الحكم المصري وهيبة الحكم المصري ومصدقية الحكم المصري وأحترافية الحكم المصري اللي أنا شخصيا ياما هنا دفعت عنها كتير أنا في أول الموسم ده أشد بتولي كابتن عصام عبد الفتاح المسؤولية وقلت نتمنى إنه يحصل فيه طفرة لكن لأسف شديد جدا ما كان سيء في الموسم الماضي أصبح أسوأ في الموسم الحالي ارجع كده بزاكرة قبلها على طول المقاولين وقبلها البنك الأهلي وقبلها وقبلها والقصة في مصر مش قصة التحكيم بس وإن كنت الحقيقة أنا هركز النهاردة على التحكيم لكن الحقيقة قصة قصة منظومة بتبص للنادي الأهلي على إنه دايما مستهدف مين وقف مع الأهلي في أزماته أنا مش هقول مين ساند المنافسين لأنه في مواقف كتير جدا جدا كان كل المسؤولين في الرياضة المصرية وقفة أمام المنافسين النادي الأهلي بكل أنواع الدعم والمساندة ضربا بقى بكل القوانين واللواحة عرض الحائط عندنا تسجيلات وتسريبات كتير قوي 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 حسناً قد مواقف لما المسؤول الأول عن التحدي الكرة في مصر قال أنه الأهلي هيلعب كاس العالم الأندية بكل النجومه وكل لعيبته الدولية وهو ما لم يحدث حادشه رفع مع الأهلي في مصر لما الاتحاد الأفريقي قرر أنه يلعب مباراة نهاية دور الأبطال من جولة واحدة في ملعب المنافس محدش ويف مع النادي الأهلي في مصر وهو راح يلعب في بطولة زي بطولة كاس عامل الأندية بدون نص لعبته بدون نص فرقته محدش ويف مع النادي في مصر ومحدش وللأسف رغم كل الإنجازات اللي حققها النادي الأهلي بيتهموا نادي الأهلي بالفشل يعني في حملة شعواء بتتهم نحن نعشق الفزة الفشل إذا كان بنفس النوع ونفس الطريقة إنجازات النادي الأهلي تتحدث عن نفسها بكلم حضراتكم على ألقاب دولية عالمية ألقاب قرية بطولة دوري أبطاله في ثلاث نسخ توصل لمباراة نهاية حقق منه النسختين اثنين سوبر أفريقيا اثنين ميداليا برونزية إذا كان ده الفشل فنحن نعشق الفشل إحنا لو مشينا بهذا المعدل يعني لو مشينا بنفس معدل فزنا وتحقنا بالألقاب إحنا في حتة تانية إحنا وإحنا وفيد بنتكلم مع حضراتكم التي عارفينه كل أهلاوي مدرك بينه وبنفسه إنه الأهلي في حتة تانية الأهلي خارج المنافسة الأهلي يحلق منفردا لكن الحقيقة كتعلنت الاستفاهم بالنسبة لي اللي كنت منتظر حد مش بيدفع النادي الأهلي أقسم بالله ليس دفاعا عن حقوق النادي الأهلي بقدر ما هو كمان يعني رغبة في إصلاح المنظومة إحنا النهاردة شايفين التحكيم المصري فين شايفين مستوائي إحنا طول عمرنا على فكرة كنا بنشتجم التحكيم في أفريقيا كل الأندية المصرية والمنتخبات المصرية كانت بتشتكي من مستوى التحكيم في أفريقيا طبما الأهلي حقق نجاحات في أفريقيا ووصل لتلات نسخ متتالية لأدوار النهائية للمباراة النهائية في أهم وأكبر وأصعب بطولة على مستوى القرى وحقق اتنين سوبر أفريقي وشارك في كاس العامل الأندية ونتائجه تتحدث عن نفسها تعال بقى محليا نتكلم حد طرح سؤال لماذا تراجع المستوى الفني للحكام المصريين وده مش اتهام دي قراءة الواقع احنا بنتكلم على بص كده البطولات مش هقولك العالمية يعني مش هقولك كاس العالم ولا كاس العرب أنا أكلمك على بطولات الأندية على مستوى القرى الأفريقية امتى ومين آخر حكم مصري حكم مباراة مهمة في بطولات أفريقيا هل الموضوع تراجع المستوى الفني فقط ولا الموضوع ممكن يدخل أنا كده ومهور بتسائل وجمهي النادي الأهل بتتسائل يعني القصة قصة ان الحكام عندنا في مصر مستواهم مش كويس ما عندهمش الخبرة الكافية فيه إلى حد ما نقص فيه الإدراك أو الإلمام بالبنود والقوانين الحكامة لكرة القدم ما أنا لما أشوف أنا كمشاهد أنا كمشجع لما أشوف نفس اللعبة نفس اللعبة تتحسب للنادي الأهلي أو ما تتحسبش للنادي الأهلي هدف ونفس اللعبة تتلعب أو تتحسب لفريق منافس هدف لازم يبقى فيه علامة استفهام لما أشوف اللعبة أو هدف للنادي الأهلي بتحسب تسلل ونفس اللعبة لفريق منافس بتتحسب هدف لازم يبقى فيه علامة استفهام ومن حقق شك هل الموضوع بس فني هل الموضوع أن وستوى الحكام مش ولابود بقى عافية شويتين ولا الموضوع بيتدخل فيه الأهواء والانتماء ولا الموضوع ممكن يكون مرتبط بفساد محتاجين حد يتكلم عن ده محتاجين حد يقولنا إيه السبب في المستوى اللي وصل ليه التحكيم في مصر وإزاي نقدر نصلح قبل ما مستر كلاتنبرج يتولى المسئولية The full responsibility of the Egyptian Refrain Committee في الفترة اللي جاية محتاجين حد يقول للراجل إحنا ليه وصلنا لكده عشان راجل يقدر يعرف هيشتغل إزاي ويصلح إزاي حالة العك اللي احنا عايشينها في الدول المصري أو في المسابقات المحلية في الموسم ده والموسم اللي فات وارجع تاني وكرر وأقول افتكر كواس جدا إنه حتى وانت مش في أحسن حالتك حتى وانت غايب عنك نصف فرقة كاملة بدعي الإصابات نتيجة حالة العك اللي احنا عايشينها في المسابقات المحلية على مدار ثلاث مواسم كان مفترض إنه لو فيه شيء بسيط من العدالة وتكافؤ الفرص إنك النهاردة كنت تبقى بتنفس على لقب الدوري ولكن احنا منتكلم في 42 لقب منتكلم في إن البطولة الـ 14 حققناها تريبا من نص قرن فالأهلي أو جماهير الأهلي شبعان ألقاب ومش لقب دوري اللي يفرق معنا اللي يفرق معنا بشكل كبير جدا إزاي نقوم من كابوتنا وأعتقد إنه أتمنى يعني لو رسالتي توصل للمسؤولين في النادي الأهلي سواء كنت بتكلم عن مجلس إدارة أو شركة كرة قدم أنا بتهالي إنه إحنا علينا إنه إحنا نتعامل مع الموسم المقبل على إنه إحنا هنواجه نفس العقبات ونفس التحديات ما نتوقعش أو ما نرهنش على إنه يبقى فيه فرق أو إنه فيه تحسن لا على مستوى تنظيم المسابقات ولا على مستوى التحكيم وعلينا إنه إحنا نجهز فرقتنا إنها تكون قادرة إنها تتعامل مع الفريق المنافس والقائمين على المسابقات في مصر ومنظومة التحكيم ولجنة الحكام يعني اعتبر نفسك مش بتنافس فرق كورة تعتبر نفسك بتنافس قائمين على تنظيم المسابقات وبتنافس الحكام اللي موجودين معك في كل مباراة وإذا أمكن إن إحنا نعتبرها واحدة من الصفقات المحترفين يعني إحنا الأهلي الحمد لله يعني عنده القدرة إنه قدرته على الإنفاق فيما يتعلق بخط القدم واحد من أفضل أندية القرية والمصرية إذا اعتبرنا إن إحنا نحط بند إن إحنا على أقل مبارياتنا إحنا نستعين فيها بتحكيم أجنبي ونعتبرها واحدة من الصفقات الاحتراف ما فيش مانع بدل ما ندفع ضريبة غالية جدا لأنه الفاتورة الحقيقة كبيرة ومحدش بيسأل مين هيحسب على فاتورة خسارة النادي الأهلي اللقب بفعل فعل ما عندناش مانع على الإطلاق وعارفين ومتفاهمين تماما إنه أي فريق في الدنيا ما يقدرش ياخد كل البطولات اللي هو بيلعبه فيش فريق يقدر يحقق هذا ومدريجين تماما إنه فيه أسباب منطقية لقطاع عريض جدا من جميع النادي الأهلي فهمة الدوري السنادي راحلي لكن الأهم بالنسبة لنا إنه ده ما يتكررش مرة تانية قبل 24 ساعة من موجهة الأهلي والاتحاد ويمكن ربا دارة النفعة زي ما بيقولوا يمكن تكون فرصة إنه القرار طلع من إدارة النادي الأهلي إنها هتكمل أو تريح اللعيبة الأساسية في الفترة اللي جاية وتدي فرصة للعيبة تلتقط أنفسها أعلى وعسى إنه هم يستعيدوا جزء من مستوىهم قبل بداية موسم بالمناسبة يعني النهاردة بنتابع دوريات أوروبا كلها بتبتدي إنت الموسم عندك خلاص فاضل شهر تقريبا وترجع تبتدي في دايلامة جديدة كان ممكن جدا نكمل وكان ممكن جدا يعني نحاول ننافس على اللقب لغاية آخر لحظة لكن في النهاية كانت ممكن فاتورة تبقى يعني أصعب وأعنف بكتير جدا على كل أحوال نتمنى إن شاء الله بإذن الله إنه من اللحظة دي يكون بداية التحضير للموسم الجديد وفرصة فرصة لعيبة اللي كانت بعيدة فرصة لعيبة الصغيرة اللي طلع وكنت أعتقد أنه هيبقى صعب جدا ياخدوا فرصة اللعب في النادي الأهلي عشان ياخد فرصة إنه يلعب بس دي حاجة يعني حاجة صعبة جدا فبالتالي يمكن تكون مطشطة أو المباريات المتبقية من عمر الدوري فرصة لإفراز عدد من اللعبين اللي يقدر مستر ريكاردو سوارش يقرق يدرسهم كويس ياخد فيهم قرار موضوعي كويس جدا ويشوف ممكن مين يكون إضافة يكمل وارد جدا على فكرة إنه إحنا نكسب لعيبة في الفترة اللي جاية دي ومين ممكن يبقى برس كواد النادي الأهلي لو على سبيل إعارة أو البيع لكن في النهاية أنت بتتكلم على عدد كبير جدا من اللعبين الموسم بالنسبة لهم انتهى خلاص بسبب الإصابات ولعيبة قررت الإدارة أنها تديهم أجازة لنهاية الموسم منهم طبعا معلول أفشة، الشناوي، حمدي فتحي، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم كل دول خلاص الموسم بالنسبة لهم انتهى وفيه كلام يمكن كمان على ديانج مش عارفين القرارة هيكون بالنسبة لأليو ديانج لكن في النهاية فرصة اللعيبة دي تلتقط أنفسها عشان ترجع جاهزة إن شاء الله بإذن الله وفيه 12 لعب من ناشئ النادي الأهلي هيكونوا موجودين واسقين فيهم ورجالة وإن شاء الله يفرزوا عناصر تكون مفيدة للفريق وفيه منهم 6 كانوا موجودين بالمناسبة مع الفريق في فترات مختلفة زياد طارق، فخري، كوكا، صالح ناصر ولعبوا معنا وظهروا جزء كبير جدا منهم حتى في مطشاط كسر ربطة ونصير وفيه 6 تصعدوا جداد فبالتالي فرصة إن شاء الله لإكتشاف المواهب اللي نتمنى إن شاء الله يكونوا إضافة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاي ويكونوا أد المسؤولية فيها المتبقي من عمر الدولي كلام على الأهلي والاتحاد خلينا نبدأ الحلقة بأهم العنوين الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للاتحاد السكندري غدا في الدولي وفحص طبي لكوكا عقب مباراة الاتحاد السكندري الاتحاد الإفريقي يعلن موعد قرعتاي دوري الأبطال والكونفيدرالية وعالميا صلاح يدخل تاريخ الدولي الإنجليزي بعد هدفه في فولها على شعار النادي الأهلي أربع نجمات بيلخصوا 42 بطولة دوري حقا الأهلي على مدار تاريخه وعشر نجمات بيلخصوا مشوار بطولات الأهلي وإنجازاته في دوري أبطال أفريقيا ده غير طبعا يعني كم من البطولات والألقاب نتكلم على سبع مشاركات في كاس العالم أمر لم يحققه أي فريق على مستوى قارة أفريقيا أساسا أغلب الفرق في أفريقيا اللي بتنفس الأهلي على صدارة المشهد في القارة الأفريقيا أول فريق منهم مقرب من هنا عنده خمس بطولات فقط لغير يعني الأهلي عنده ضعف عدد بطولات الفريق الثاني والثالث على مستوى قارة أفريقيا وسبع بطولات من ضمنهم ثلاث برونزيات اللي أعتقد أعتقد يعني يعني طبعا أنا بالنسبة لي بطولة كاس العالم للأندية دي حاجة في منتهى الأهمية كارنفال سميها زي ما تسميها حاجة كده نستنىها من سن لسنة وبقى نفرح قوي بطولة دوري الأبطال عشان ننعب في كاس العالم للأندية أعتقد بقى بالمناسبة الكلام ده أنه جمالينا دي الأهلي في آخر نسخة ما كانتش رادية قوي أو ما كانتش مبسوطة قوي بالبرونزيات إحنا وصلنا أو الأهلي وصلنا أن طمعنا وطموحنا في نفس الوقت يوصل نحن نلعب نهائي بطولة كاس العالم للأندية ده طموح جمالينا دي الأهلي اللي عودهم دايما دايما على الفرحة وإحنا شعرنا للأهلي قادم ولا سنظل أو في أي إحنا شعرنا على الحلوة وعالمرة معنا نروح لزميلنا محمد توفيق من داخل نادي الأهلي يتعرف على أخبار وشكل تمرينة الأهلي النهاردة قبل مواجهة الاتحاد بكرة في الجولة أعتقد 29 من عمر مسابقة الدوري الممتاز يا توفيق مساء الخير مساء الخير زميل عزيزي أحمد سمير تحياتي لك وكل مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان وزي ما انت قلت على الحلوة والمرة معاك خلينا نتكلم على تمرينة النادي الأهلي النهاردة معاك وتدينا كده تفاصيل عارف طبعا أنه في عدد من الوجوه الجديدة اللي بتظهر النهاردة وبتشارك في التمرينة لأول مرة تكلمنا على شكل التمرينة على مستر ريكاردو سوارش بيحضر إزاي لمباراة بكرة أمام الاتحاد يعني زي ما ذكرت الزميل عزيزي أحمد يعني ممكن الفريق من دقيق معدودة انتهى من مرانه الأخير لمواجهة الاتحاد السكندري إن شاء الله المقرر ليها تساعة مساء الغد على السادة برج العرب بالأسكندرية في إطار موراة الجولة 29 من الدور المصري الممتاز ممكن زي ما انت قلت في عدد كبير جدا من الناشئين موجود في تدريبات الفريق بالأمس واليوم طبعا سألال لهذه المباراة بعد قرار مجلس إدارة النادي الأهلي الأخير بالأسكندرية محمود الخطيب باستكمال ما تبقى من عمر المسابعة الدور العام بعدد كبير جدا من الناشئ الفريق الأول وكمان اللعبين لعائدين من الإصابة في الفترة الأخيرة يمكن التدريب لليوم الثاني على التوالي شاهد مجموعة هذه الناشئين يمكن كان في مجموعة موجودة من الأول طبعا محمد أشرف ومحمد فخري وكمان زياد طاري نضم لهم محمد أحمد شرقية وميدو نبيل من فريق 2003 ومحمد نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد سيد غريب من فريق الألفين واحد كلهم كانوا متوجدين طبعا بجانب عدد كبير جدا من اللعب الفريق الأول لعائدين من الإصابة في الفترات الأخيرة مثال محمد محمود محمود متولي رامي ربيعة وكمان يمكن السلاسة المحترف باستثناء على المعلومة طبعا اللي حصل على الأجازة موجود أليو ديانج بيرسي تاو وكمان لويس مكسوني التدريب يبتدى طبعا بإجراء محاضرة فيديو قبل بدء التمرين والتمرين يبتدى قبل معادر المعتاد يوميا في الخامسة والنصف يبتدى النهاردة في الرابعة والنصف طبعا نظر لسفر الفريق عقب انتهاء المراني ممكن دقائية معدودة وهيتم عن إعلان قائمة اللقاء إن شاء الله لقاء الأهل والتحاد في الجارة 29 وهتسافر بعد دقائق إن شاء الله لمدينة الأسكندرية أو بالتحديد مدينة برج العرب للمبيد بيها ليلة المباراة والدخول في معسكر المغلق أعزي أقول لك زميل عزيزي أحمد الفريق سيبدأ معسكر المغلق من الليلة ساددا لمباراة الاتحاد السكندري في الجارة 29 مقرر لها زي ما قلنا غدا إن شاء الله في التساعة مساء ومن بعدها الفريق بيكمل في معسكره إن شاء الله في مدينة برج العرب لما بعد مباراة المصري في الأسبوع 30 المقرر لها إن شاء الله التساعة مساء الأربعاء المقبل على نفس الملعب ملعب برج العرب بالأسكندرية يمكن فضل الجهاز الفني وكانت صحفظ مدير القورة إن الفريق يكمل طبعا فيه معسكره نظرا لحالة الإجهاد الشديد نتتكلم في مباراة بكرة يحمل يعني قبل ما تخلص المباراة تكون الساعة تقريبا 12 من صباح يوم الاتنين وبعد كده عندكم مباراة أربعة ففضل الجهاز الفني البقاء الأسكندرية يمكن الفريق النهاردة اتضرب بشكل أكثر من رائع كان فيه تدريبات بدانية في البداية ومن بعدها التمرينات القرى يمكن مستر ريكاردو سواريش يعني طبق بعض الجمل والأفكار الفنية إن شاء الله منتظر إن الفريق يكون بها في مباراة الغد بإذن الله أمام الاتحاد كل الأمور مهيئة كل اللاعبين في حالة جيدة دايماً زي ما بقول الأهل بما الحضر وإن شاء الله هذه المجموعة من اللاعبين تكون قادرة على تمثيل النادي الأهل خار تمثيل وإن شاء الله القادم يكون أفضل النادي الأهل ويرجع لمكانته الطبيعية في المقدمة دائماً إن شاء الله كلنا ثقة بإذن الله الأهل عودنا دايماً إنه الكبير يمرض ولا يموت والأهل يقول عمره كبير وبيقوم دايماً من كباواته أقوى دايماً من الأول بشكرك شكراً جزيلاً زماننا العزيز محمد توفيق دي كانت أخبار تمرينة النادي الأهل النهاردة وخلينا أقول لكم عشان برضو يعني نحط الأمور في نصابها الصحيح مش معنى إنه الإدارة النادي لما قررت إنها تدي راحة للعبين الأهلي المجهدين الحقيقة واللي تحملوا فوق طائدهم في المواسم الثلاثة الأخيرة إنه إن إحنا يعني مش هنعب كورة بالعكس أنا شايف إنه الشباب ده لما ظهر جزء كبير منهم في كسر ربطة كلهم الحقيقة عندهم إمكانيات وعندهم شخصية لعب تنادي الأهلي فرهان عليهم والفرصة قدامهم أتمنى إنه هم يستغلوها أفضل استغلال ويقدموا الأهلي أو يعني يظهروا مع الأهلي بشكل الحقيقة كويس يرهنوا كمان على فرصهم هم شخصياً ورؤية ميستر ريكاردو سواريش ليهم والإمكانياتهم في فترة المتبقية من عمر المسابقة لغاية إن شاء الله لما نروح موسم جديد نتمنى نتمنى إنه الأهلي فيه يعصف بكل المعاوقات اللي وافت قدامه في المواسم الأخيرة والتي تعرض فيها لظلم فادح من اتحاد دولي اتحاد دولي فيفا والتحاد قري اتحاد أفريقي الكاف والتحاد مصري على مستوى أكتر من إدارة الحقيقة تعاقبت عليه سلسية كانت ولا خمسية كانت ولا مجلس منتخب ومش عايزين نفتح ونعيد كله شوية ونزيد في القديم لكن أنا أتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه فرية النادي الأهلي التدعمات اللي هتاخدها وميستر ريكاردو سواريش يعني فيه ظني أنا عارف أنه ميستر ريكاردو سواريش عليه كلام كتير جدا اليومين دول لكن خدوا بالك دايما أنه حتى ميستر موسيماني حتى ميستر موسيماني لما كان موجود في نادي الأهلي وكان بيحقق ألقاب وكان بيوصل لمطشات نهائية وكان بيشارك في كاس العالم ويلعب مع الكبار ويحقق نتائج ما كانش حد يستنها منه ما حدش يستنى أنه الأهلي وهو بيلعب بطل مكسيك نقص فرقة كاملة أنه يكسب حدش مستني الأهلي وهو بيلعب بالمرأس بطل برازيل في بطولة ومباراة رسمية على المركز ثالث ورابع وعلى ميداليا برونزية بطل كوبا لبرتدورس وبطل برازيل أنه الأهلي يكسب كانش حد هيلومه أبداً لو خسر المطشات من النوع ده في الظروف دي ورغم أنه كان بيحقق ده كله وكان بيتهاجم طول الوقت زي ما بيحصل مع مستر ريكاردو سوارش أنا هنا بتكلم على جامعين نادي أهلي لا علاقة لي على الإطلاق بالناس اللي محسوبة للأسف الشديد جداً على نادي الأهلي لكن أنا كلامي الجامعين نادي الأهلي أرجوكم أرجوكم في حملات تستهدف بداية من كابتن خطيب نفسه رئيس النادي الناس اللي بتتهم إدارة النادي الأهلي إنها يعني إدارة لا ترقل طموحات الجماهير أو لا ترقل إنها تدير النادي بحجم النادي الأهلي أو بتهاجم ريكاردو سوارش أو بتهاجم سيد عبد الحفيز كل مسؤول في النادي الأهلي على اختلاف درجة مسؤوليته بيتعرض لحملة انتقاد عنيفة ليست موضوعية على الإطلاق وإذا كان الأهلي كمنظومة بعيدا عن الأشخاص وبعيدا عن الأسماء إذا كان الأهلي كمنظومة متهم بالفشل على الناس إنها تقول اللي بتتهم الأهلي بالفشل إنها تقول مين ممكن يكون ناجح في مصر طيب خليني أرجع لأخبارنا سريعا جدا كوكا بعد طبعا هو كان عنده أعتقد مزق في العدلة الخلفية ومفترض أنه إن شاء الله بعد مبارات الاتحاد هو بعيد شوية عن حسابات أكيد مطش الاتحاد ومن بعده مطش المصري لكن هو هيخضع في جميع الأحوال اللي كشفه طبي بعد مبارات الاتحاد بكرة في برج العرب عشان يتم القوف على حالته ومدى جهزيته يعني وهل ممكن يكون لي نصيب في المشاركة مع الأهلي فيما تبقى لي من مباريات في الموسم دا ولا لا خلينا روح لخبر التحاد الأفريقي وبدأت الموسم الجديد في بطولات أفريقيا التحاد الأفريقي هيعمل قرعة دور الـ 64 إن شاء الله سواء بالنسبة طبعا لبطولة دوري الأبطال ليواقى الزمالك والكونفيدرالية هشارك فيها بيرمز وفيوتشر القرعة إن شاء الله تعمل في القاهرة يوم الاثنين الساعة واحدة ده وتم تحديد موعد المواجهات الخاصة بالبطولتين فيما يتعلق بدوري الأبطال هيكون البداية من 9 إلى 11 سبتمبر دور الـ 64 والمرحلة دي أو الدور ده مش هشارك فيه الأهلي والزمالك عن مصر طبعا لأنه عندهم تصنفهم بيقول أنه هم يبدأوا على طول من دور الـ 32 أما مطشاط دور الـ 32 اللي هتكون بداية مشوار أفريقيا بالنسبة لنا في تحدد لها موعد من 7 إلى 9 أكتوبر ومطشاط العودة هتكون من 14 إلى 16 وإن شاء الله بإذن الله من بعدها يتحدد موعد دور المجموعات فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة طبعا هي قصة يعني أغلى الصفقات مش مرتبطة بشكل مباشر بفكرة الأفضل لأنه الحقيقة يمكن يعني لما نقارن صفقة زي صفقة نيمار أو كيليا نيمبابي بصفقة زي صفقة مارادونا مثلا حصلت في منتصف التمانينات أعتقد اتنقل لنابولي بحوالي 15 مليون دولار في التوقيت ده طبعا هي تقول أن نيمار ويمبابي أفضل من دياجو أرماندو مارادونا وأخصوص نطبع مع نسب التضخم لأنه 15 مليون دولار في التمانينات تعمل أكتر بكتير جدا اللي 200 مليون دولار يعملون النهاردة فبالتالي دايما ما لهاش علاقة بالأفضل وأتلاقي في التاريخ لعيبة كتير جدا ومن ضمنهم الحقيقة مثلا نجمنا محمد صلاح اللي قمته السوقية أو حجم الرقم اللي دفع فيه في التعاقد مش مرتبط بشركة كبيرة جدا بحجم موهبته والنهاردة الحقيقة كان يوم أعتقد مهم جدا جدا في مشوار محمد صلاح لأنه نهاردة عمل رقم قياسي جديد وبقى أول لاعب يسجل في 6 مطشاط أو 6 مباريات افتتاحية في منافسات الدوري الأقوى على مستوى العالم نهاردة صلاح سجل الهدف رقم 6 6 مواسم سجل فيهم محمد صلاح في المباريات الافتتاحية طبعا في مواجهة ليفر بول وفولم نهاردة وللأسف المباريات انتهت بالتعادل طبعا بنتيجة 2-2 ليفر هو اللي تعادل مع فولم الصاعد حديثا متشامبينشيب للبريمير ليج لكن في النهاية نعتبرها بداية موفقة على الأقل لأبو صلاح حتى وإن كان ليفر بول أو الناس اللي بتشجع ليفر بول في البريمير ليج تكون زعلانا لكن بداية قوية جدا لمحمد صلاح ونتمنى ان شاء الله يكون موسم موفق على مستوى تحقيق لقب الهدف ان شاء الله النهاردة هكلم مع واحد من نجوم الكرة البرتغالية وبعتبره صاحب إنجاز فريد لأنه خدوا بالكم برتغال دايما ومازالت حتى اللحظة واحدة من أهم مصادر اللعيبة على أعلى مستوى لكل الأندية الأوروبية وبص كده لكل أندية أوروبا الكبيرة هتلاقي لازم فيها لعب برتغالي بكلمكم على جيل حقيقة نجح بشكل كبير جدا على المستوى الاحترافي لكن دايما بنبص للبرتغال على مستوى الأندية يمكن على مستوى المنتخبات قدرت تاخد بطولة أمم أوروبا لسه مستنين البرتغال في كاس العالم لكن على مستوى الأندية دايما مش من الأندية المصنفة أنديتها رغم قوتها بورتو بانفكا سبورت انجليش بونا لكن دايما بتلاقيهم مبعاد شوية عن المنافسة على ألقاب القرية إلا في بعض المناسبات ومنهم واحد من نجومنا النهاردة في السادسة كوستينيا واحد من نجوم بورتو البرتغالي اللحق لقب بطولة الشامبينز ليج مع جوزي مورينيو كانت في السنة دي موسم 2003-2004 كوستينيا طبعا دي مجموعة من إعدافه وكان طبعا من نجوم المنتخب البرتغالي وبعد كده كان من نجوم الأتلاتي لعب في أتلاتكو مدريد لكن في النهاية بورتو قدر يعمل مفاجأة أنه يوصل لأنه يحقق لقب دوري الأبطال تحت قيادة جوزي مورينيو اللي ما كانش في التوقيت ده مدرب معروف النهاردة بنتكلم على مورينيو طبعا على أنه واحد من أكبر الأسماء في عالم التدريب في أوروبا سباشل ون لكن في التوقيت ده يمكن دي كانت البصمة الأولى للمورينيو اللي نقلته بشكل كبير جدا وبقى واحد من أهم الأسماء في عالم التدريب موسم استثنائي لكوستينيا موسم استثنائي لبورتو موسم استثنائي للكرة البرتغالية وموسم استثنائي أيضا لجوزي مورينيو ليه ما بتقدرش الأندية البرتغالية أنها تنافس باستمرار الإجابة بسيطة جدا اقتصاديا ما عندهاش القدرة على أنها تحافظ على أهم الأسماء النهاردة لما تبص في أندية مثلا زي السيتي مثلا هتلاقي عندك برناردو سيلفا هتلاقي عندك روبين دياش لما تبص في أتليتكو مادريد هتلاقي عندك جواو فليكس لما تبص في الينايتد هتلاقي عندك برونو فرناندز وكريستيانو رونالدو وغيرهم وغيرهم الأسماء وبالتالي ما بتقدرش أنها تحافظ بشكل كبير جدا نتيجة الإمكانيات بتاعتها الإمكانيات الاقتصادية يعني أنها تحافظ على أهم الأسماء والنجوم اللي بيرحالوا للدوريات الكبرى والفرق الكبرى وبالتالي بتبقى في صعوبة كبيرة جدا على تحقيق الألقاب خلينا نستقبل كوسينيا نجم الكرة البرتغالية ونجم بورتو وأتلاقاتكم مادريد ضفنا فيه السادسة وبداية طبعا نرحب بيه على شاشة الأهلي ونقول له أهلا وسهلا بيك في السادسة هل الصوت يوصل لك بوضوح؟ صوت يوصل لك سهلا يشرفني أن أشارك في على هذه القناة من خلال الكرة والثقافة ده شيء يسعدني جيدا أن أبقى معكم على هذه القناة كوسينيا يعني البداية هتكون الحقيقة مع تجربة استثنائية أعتقد لك أنت شخصيا إنجاز كبير للكرة البرتغالية ولبورتو البرتغالي الكلام كان على تحقيق بورتو لبطولة الشامبيونز ليج في موسم 2003-2004 موسم استثنائي أعتقد ذكرى مش ممكن تنسى تفوقت على كبار أوروبا في التوقيت ده تحت قيادة مورينيو من وجهة نظرك إيه السببب أو إيه مجموعة الأسباب اللي خليتكم تنجحوا في تحقيق هذا اللقب في موسم 2003-2004 دائما الكرة فيها لعب ممتازين وأيضا مدربين ممتازين وتنتهي دائما بنهايات بمنافسة جيدة ودائما القدرة على تحقيق النجاحات دائما يمكن قبل ما أدخل معك في ملف الكرة البرتغالية إحنا يمكن هنا في مصر كلينا نصيب مع عدد من المدربين البرتغاليين سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات في الفترة الأخيرة هبدأ بالمنتخبات بعد فترة فترة تولى فيها مستر كارلوس كيروش المسئولية راح على كيروش وقاته روي فيتوريا إزاي قيمت أو إزاي شفت تجربة كارلوس كيروش وبالتأكيد واحد من أهم معجب الأسماء في عالم كرة القدم إزاي قيمت تجربته وإيه توقعاتك أو رؤيتك لمستقبى روي فيتوريا مع منتخب مصر في المعقام الأول دعني أقول أول مدرب للمنتخب المصري مانويل جوزي كان الأول كان من أكبر المدربين البرتغاليين والذي قام بالكثير للكرة المصرية وهو قام بمجهود عالي جدا وستطاع تخلق الكثير من النجاح وبعد كده جاء العديد من المدربين والآن روي فيتوريا وكان يوجد كيروش أيضا وكان مهم جدا أما بالنسبة لروي فيتوريا فهو من أهم المدربين وكان جيدا في المنتخب البرتغالي وأعتقد أنه سوف يحقق الكثير للكرة المصرية وسوف يستطيع تحقيق الكثير من النجاحات من خلال المنافسات الأفريقية ومحاولة الوصول للمونديال أيضا وهو المهم جدا وأعتقد العديد من هذه المواقف لابد من الاستعداد وبالصبر نستطيع تحقيق وأن نعطي الفرصة أيضا للمدربين أن يحققوا النجاحات والمنتخب المصري دائما منتخب جيد جدا من أهم الانتقادات يمكن اللي كانت تتوجه لمستر كارلوس كيروش أسناء تولي مسؤولية المنتخب المصري هو لجوءه لطرق دفاعية صحيح قدر يوصل بالمنتخب لنهائي دوري الأبطال لكن ما كانش دائما المنتخب يقدم الكرة اللي بتناسب من وجهة نظر الجماهير على الأقل الشخصية المنتخب المصري هل تعتقد أنه روي فيتوريا ممكن يغير ده عنده القدرة أنه يغير ده عنده القدرة أنه يعيد سياغة هوية المنتخب المصري بنفس المجموعة من اللاعبين اللي موجودة أن روي فيتوريا سوف يحاول تحقيق النجاحات والبطولات من خلال هذا المدرب المحترف ووجود لاعبة في الأمام في الهجوم من المهم جدا ولابد أن يكونوا لاعبين مميزين وأيضا من المهم أن نكون عندنا من المدافعين الجيدين إذن الفريق ليس فقط الهجوم ولكن أيضا الدفاع وإذا لم يكن الفريق مستعد بشكل عام ومنظم لا يستطيع لتحقيق النجاحات فلقايا يستطيع التقدم لابد أن يعتمد على جميع المهارات في الهجوم والدفاع قبل استبالك على هواك كنت أتكلم على عدم قدرة الأندال بورتغالية على الحفاظ على نجومها وبالتالي السؤال إمتى ممكن نشوف فريق بورتغالي أو نادي بورتغالي على منصة التطويج على مستوى بطولات أوروبا مرة تانية دور البرتغالي ليست بالقوة الكاملة كالإسبانية حيث التمويل المالي ليست بالكافية عندنا بورتغالي وسبورتو ولكن البرتغال لها عشر مليون من المواطنين عندنا الكثير من المدربين المميزين واللعبة ولكن ينقصنا أشياء أخرى ومن هنا يخرج اللعبة المميزين عدد من أيضا صلاح عدد من أهم نجوم الكرة البرتغالية في الوقت الحالي يمكن بيلعبوا الأكبر الأندية في أوروبا خلينا أسألك على فرص المنتخب البرتغالي في منافسته على لقب كاس العالم في قطر عشرين اتنين وعشرين نتكلم مش بس عن كريستانو نونالدو نتكلم على جواو فليكس نتكلم على برناردو سيلفا برونو فرناندز روبن دياز وغيرهم من النجوم هل تعتقد أن النسخة من منتخب البرتغال قادرة على تحقيق لقب كاس العالم أنا أميل إلى أنه سوف يستطيع تحقيق هذا له عنده الكثير من اللعبة المميزة وأنا أشجعهم زي فرناندز وكريستيانو والعديد من اللعبة وبيدر نيتو وجوكينيو العديد من اللعبة وجوتا العديد من اللعبة وربونيفش المميزين جدا يوجد اللعبة الكباري جدا في المنتخب البرتغالي وأعتقد وأشجع وأنا شخصيا أتمنى أن أرى هذا الفريق هو في المونديال وهو يحقق اللقب كوسينيا نجم المنتخب البرتغالي طبعا وبرتو الجيل اللي حق بطول الدوري أبطال ونجم أتلاتكم أدريد بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة فاصل ونرجع لحضراتكم يعني واحدة من مكاسب المرحلة اللي جاي اللي تبتدي من بكرة من مطش الاتحاد مش بس فكرة أنك أنت تدي راحة تدي فرصة لنجوم النادي الأهلي المجهدين والمرهقين هم يلتقطوا أنفسهم لكن فرصة كمان لإكتشاف المواهب واللعبين الشباب فرصة من مستر ريكاردو سوارش أنه يلتقط أنفسه شوية بعد حالة الضغط والتوتر الفريق كله الحقيقة اللي كان فيه مرحلة ضغط وتوتر شديدة جدا في الفترة الأخيرة كانت بالتأكيد لها جزء من النهاردة نتكلم عن أننا نعب كورة وناخد راحتنا ونكتشف مواهب ومستر ريكاردو سوارش يبتدي بص الأمور بنظرة مختلفة شوية بعيدا عن ضغط المنافسة وبعيدا عن التوترات المرتبطة بالتحكيم وبسوق تنظيم المسابقات دعنا نتكلم على اللي جاي ونرحب بضيفنا النهاردة كابتان سعيد عبدالحزيز واحد من نجوم النادي الأهلي اللي بيشرفون النهاردة في السادس مسأخير كابتان سعيد ننور الدنيا وحشنا نبتدي منين نبتدي من اللي فات بشكل عام مش عايز أخش في التفاصيل لأنه التفاصيل كثير قوي بس يعني يمكن من ساعة ما تولى مستر ريكاردو سوارش المسؤولية وانتقادات كثيرة جدا متوجهة له شخصيا متوجهة الأداء اللعيبة متوجهة الأسماء نجوم بعينهم شفت المرحلة الأخيرة كابتان سعيد طيب خلينا نرجع قبل كده كمان طبعا نجيب الأمور إحقاقت لما هنتكلم بالحق في قناة يعني معروفة أنها لازم تتكلم بقى فيها مصدقية في الكلام وانا جاي متعمد أن أتكلم أقول لأننا شايفه كالعيب كورة وكجمهور تمام أولا هبدأ بكابتان محمود الخطيب كابتان محمود الخطيب أسطورة من أساطير كرة القدم اللي ما يختلفش عليها سواء كان أهلي أو زمالك ودي طبيعة زي كابتان فاروق جعفر وكابتان حسن شحاته في رموز فما ينفع أنك كابتان محمود الخطيب يتوجه له أي انتقاد لأن الرجل يتعامل مع الناس كلها السواسية الناس كلها تتعامل معها تحسن كأب لهم سواء اللعيبة أو الجهاز أو الجمر أو العمال عامل حالة كويسة جدا أدى دوره هو مجلس كابتان سعيد من أول حضرت مرحلة مسلماني من أولها لأخيرها من 1 أكتوبر 2020 من 1 أكتوبر 2020 من مباراة الدور قبل النهائي في بطولة أفريقيا التسعة التي حصل عليها النادي الأهلي أمام الوداد في المغرب تمام هذه كانت بداية تولي المسؤولية من لحظة اختيار النادي الأهلي لمستر بيتسو مسلماني عشان يتولى المسؤولية لم يسلم أو لم تسلم بداية إدارة النادي الأهلي من الهجوم والانتقادات ولم يسلم الرجل في أي مرحلة من مراحل تولي المسؤولية رغم تحقي لإنجازات وأرقام تاريخية في تاريخ كل الأندية المصرية رأيسة فقط تاريخ النادي الأهلي من سهم الانتقاد أو الهجوم عليه طيب النادي الأهلي لما بيجي يختار مدير فني مش بيختار مدير فني يعني مختار مدير فني ليه سيفي كويس وعلي قوي عشان محدش يدي فرصة لحد أن أولا ينتقد المدير الفني لكن تعالنا نقول على ميستر المسوماني حضر النادي الأهلي فعلا في 1 أكتوبر 2020 الرجل أحرز الإيجابيات لمسر المسوماني أخذ سبع بطولات مع النادي الأهلي وده طبعا إنجاز كبير مسك الفرق بعد ميستر فيلر الفرق كانت محترمة جدا منظمة جدا بتأدي بشكل عالي جدا وشكل راقي وفيه تناغم من اللعبة لعب ثلاث مبارات في الدوري على ما تذكر المأولين وإمبي وفاس بيهم كان الدوري تقليما محسوم محسوم وبراميس فيتعادل وأخذنا بطولة الدوري أخذنا اثنين كاس سوبر اثنين دوري اثنين برونزية اثنين دوري أبطال اثنين سوبر أفريقي وفوزنا على الفرقتين كويسين جدا بالمراس حضرتك فاكر وكسبنا المراس والدحيل ومونتري والهلال وكسبنا أفضل فرقة في الاتحاد الأساوي المفروض من وجهة نظر الشخصية الهلال السعودي فوزنا 4-0 فالرجل عمل إنجازات وعملنا الأمور بشكل كويس جدا وكان ماشي مع الفرقة بشكل كويس خش على السلبيات بتات مصر المسيماني اللي هو بنعاني منها بقى دلوقتي اللي هو الترقومات القديمة مصر المسيماني الطبيعي إنه لما تيجي تلايحة اتحاده الكورة بيديك 30 أو سوزاحمة لعيب كورة أو 35 ليه بيدينا 30 أو 35 بيدينا عشان تقدر أنت كنادي عندي إمكانيات وأحسن نادي في أفريقيا وعندي بطلق كتير جدا واللعيب عندك بتروح منتخب مصر عشان يبقى عندي لعيب رقم واحد واثنين وبيبقى عندي أوقات مثلا جوكر أو اثنين اللي هما اللعيبة اللي بتدمرونة لو احتاجت موزيشن معين تمام ميسر المسيماني معمد شيكان ميسر المسيماني اتجه لـ 17 لعيب في البداية وأنا فكر حضراتك الحلقة اللي كنتم موجود مع حضرتك فيها وقالت هو فجأني أن بداية السنة غير طريقة اللعب الثلاثة بدأنا نحس أن الفرقة فيه جديد نقصب بسكور شكله كويس جدا حتى الرجل قلت لك أنا السنة ديع أجبني أنا قبل كده لم يكن مقتنع بطريقة عادية يعني أنت بنكلم على بداية المسيم ده أفضل فترة الأهلي كان بلعى فيها كورة كانت بداية المسيم كانت البداية وهو نفسه كان حتى شكله تحس أنه متغير يعني الاقتناع القروي تمام الإعداد البدني والإعداد الزهني كان متوفر وده اللي عايزه أو اللي بدور عيجه مهو نادي الأهلي تقص النادي الأهلي يبص على اللقب والبطولة يبص نفس الوقت على الجماليات والأداء والحالة العامة للفريق طبعا لما يبقى كابتن الخطيب رئيس النادي يعني ربما كان الناس تستمتع تتكلم على أجيال كانت موجودة في النادي الأهلي متعة النادي الأهلي يعني أنا أتكلم على التناغم يعني خلينا نتفع عشان ما أخدش وقت كبير في الحتة أنه أعلى مستوى لكيرف الأداء أداء ونتيجة وأرقام وبطولات كان في بداية الموسم يعني هنا بتقول أنه البداية كتولة أرواح تمام هنوصل بكده لحد عشان بس مرخش في حتة كثير هنوصل لحد النهائي البطولة اللي هو مع نادي الوداد في الوداد تمام نهائي دولة الأبطال من هنا هبدأ أقول هتكلم عن مصر المسلماني هقول العبكاري المسلماني ليه لأن أنت اعتمدت على 17 لعيب عندك عملية التي تتعامل ثلاثة أيام هو راجل جاي عارف أن يلعب في نادي الأهلي مطالب منه يأخذ بطولة لأن نادي الأهلي يضيف للمدرب ليس المدرب الذي يضيف يعني أنا لم أكلم عن مصر المسلماني نحن نكلم عن الإنجازات اللي هو عملها سبع بطولات فبنعد أن الراجل استفاد من نادي الأهلي لما 17 لعيب هم اللي لعبوا كل المطشاط وانت ما عندكش هقول البديل أو البديل الكف لأ كان عندك البديل الكف بس أنت المفروض تعمل عملية التدوير وانا مش هكلم عن فرقة تانية بس لازم الكلام هيجيب بعضه ما عملش حتة التغيير كويس مكادش على أعلى مقدر من الكفاءة مع مصر موسيماني وده سبب حالة الإيجاد وتراجع المستوى في الفترة التي تتسلم فيها كابتن سامي أمصان ومن بعده ريكاردو سواج أخذنا للأسف هو أخذنا حتة تانية خالص وللأسف ساعده الإعلام عندنا مطشاط مؤجلة الدوري نركز في بطولة أفريقيا هذا أهم بالنسبة لي هذا مصر أقول العبقاري المسيماني وجه الإعلام المصري وجه اللعيبة أن الدوري ملحوق ممكن نلحق نرجع نزبط أمورنا لكن الأول نأخذ البطولة لما تعامل المطش في الوداد الدنيا تقلبت بدأت اللعيبة نفكر المطش هناك ضغوط رغم أن أنت لعب قبلها واحد هنا وروح تتعدل هناك واحد واحد نفس الأجواء نفس القصة طيب من إمتى نادل أهلي يفرق معنا الملعب نحن بالروح قطر والإمارات نكسب الزمالك نكسب فرقة كبيرة جدا سواء أمريكا لاتينية نجد فرقة كبيرة ونكسب ها الفرقة راحت مشتتتة ذهنيا هذا الرقم واحد يبقى العمل لنفس موجود إلى جانب الفرقة المرهقة جدا كل ثلاثة يام مطش مسافر مضغوط فبالتالي كانت نتيجة طبيعية جدا أنت تلاقي ستة أو سبعة لعيبة أكثر من لعيب خمسة أو ستة لعيب أو تقفر في مستواهم وده كان أمر طبيعي جدا بعد البطولة من حقه أنه يأخذ البرو ويزود من السيفي هذا طبيعي اتصورت عشت أنا أقول هنا كانت الفايصل أن أنت وأنت موجود في القاهرة منزل التمرين تمام ورغم كده كابتن الخطيب طبعا كان مصم أنه يبقى موجود في التمرين هو طبعا ما حضرش التمرين فبالتالي قادي التمرين في الوقت سامي أمصان حصل هنا موضوع اللغبطة وأنا شايف أنه كان البداية الموجود عليها النادي الأهلي دلوقتي سامي أدى بشكل كوي من وجهة نظر الشخصية نسامي يكمل بقية الموسم لأننا مستر ريكاردو لها وعليها يعني خليني أقول أنت ممكن تبصيلها من أربع خمس وجهات نظر كل وجهة نظر فيهم محترمة جدا فرصة للراجل أنه يكمل الموسم فبالتالي ما يبتديش من الأول خالص وانت دخل على موسم جديد مش محتاج تضايع فيه وقت كويس فخد كمل الموسم شوف الفرقة بمشاكلها بمستوى الإرهاق بتاع اللعيبة بحالة يعني شوفوا قيم واشتغل واللي تقدر تعدي به أو تحسينه واشتغل عليه ما تقدرش هتبتدي موسم جاي وانت مش محتاج تضايع وقت انت عندك فكرة على كل الملفات المرتبطة بالفريق على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي ومش بس كده وتقدر كمان كمدير فني تبتدي موسم جديد تحدد احتياجاتك ايه المراكز انت محتاج تدعمها مين اللعيبة ممكن تكمل مين اللعيبة ممكن ما تكملش على العكس من لو كان ابتدى معاك الموسم اللي جاي من أول يعني أنا بقول لك وجهة نظر برضو تانية لابد انها تحترم دي حاجة كويسة سيد أحمد لو انت هتسيب الراجل انه يكمل لاننا دلوقتي احنا لسه حضرتك متش يوم تتكلم انه الجمهور بيقيمه فطبعا انا بشقايم الراجل بقاله بالضبط 30 يوم هل الراجل يستحق انه يتم تقييمه وبناء على المرحلة اللي فاتت والمرحلة المتبقية من عمر المسابقة لو لو نفس الحالة اللي كان مسك موسيماني ورا فيلر انا كنت حاسبه اول مطش لان الطبيعي انه هو في بداية الدوري اللعيب من هابدأ حاسب المدرب من 4 لست مطش لكن انت في نهاية لان عندك المنافس التقليدي فيها بيكسب وانحنا لو جينا بس دورنا على وانا متعمد اقول الكلام ده انه ليس الزمالك الافضل على فكرة احنا تظلمنا في مطش كتير جدا في تحكيم وانا مش هسترق لموضوع التحكيم لان احنا التحكيم هنا بنشوفه بطريقة غير اللي بنشوف ها بره لما بيجي لأجانب هنا ما بنشوف الفار ده او حد بيستلق الفار الحكم اللي بيحسب من جوه لكن احنا عندنا هنا للأسف يعني حتى رغم اننا عندنا فار لكن احنا لسه بدر علينا في الصدق الفار زودتنا بقى يعني فار زودتنا بلى لانه كشف ونور قوي الاخطاء الفادحة اللي اثرت على سلامة المسابقة نفسها على فكرة التكافؤ الفرص على فكرة النزاهة التحكمية اعتقد انها المسم دربت في مقتل لو واحد بقول متعمد بس الواحد ما ينفعش متعمد انت الناس شايفة بعينها وجمهور كمان يعني ما فيش ما فقاش فيه جمهور دول الناس كلها بتفهم كورة فمش شايف هتتح على حد للأسف يعني فما علينا فأنا شايف ان مدير مع الناس زمالك عنده ثلاثة او اربعة لعيبة بس فقط لا غير هم 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 سأل سؤال واضح وصريح هي كورة في مصر كم نادي يلعب يلعب كورة في مصر كم نادي ممكن لو راح بطولات بره مصر تحس انه عنده قدرة انه ينفس او يحقق العقب كم نادي يعني هنقول بالترتيب فيوتشر بيظهر بشكل كويس فيوتشر تمام بشكل كويس والاهلي والزمالك الاهلي طبعا الاهلي والزمالك طبعا في حد تاني الباقي كله السواسية ايه ايه الانجازات اللي اتحققت للكورة المصرية على مستوى الأندية على مدارة 3-4 مواسم ولا اي حاجة غير الاهلي لا ما اقول لك يعني لا بكلم عن مستوى الأندية مين حقق انجازات بره حدود الوطن على مدارة 3-4 مواسم لا ما حدش البرامد سايا خرماتش مع مزين بي 3-0 ايه فيوتشر يعني وزمالك بيحرق من دور مجموعة ايه لماذا لم تتعرض ادارات الأندية دي ما عليش انت جرتني للنقطة دي لماذا انت تتعرض ادارات الأندية دي او الاجهزة الفنية الأندية دي لهذه الحملة الممنهجة مثلما تعرضت ادارات النادي الأهلي والاجهزة الفنية سواء بيتسو موسماني او ميستو ريكاردو صورش باختصار لانها دا نادي كبير دا باختصار والناجح دايما لازم النادي الأهلي بالنسبة مش لنادي الزمالك بس او الأندية التانية مش هارولي الصغارة كلها ناديية كلها الانتقاد ليه قسس القواعد وشروط يا كابتن سعيد أهمها أن يكون فيه موضوعية في الانتقاد هناك فرق بينك أنك تنتقد عشان تصلح وأنك تنتقد عشان تكسر هناك فرق كبير جدا الحقيقة طول الوقت والأهلي بينجح بره مصر لا أتكلم عن جوا مصر أنه جوا مصر فيه عوامل كتيرة جدا بتتدخل في الأمور اتحادات اللجان تحكيم كلها الحقيقة كانت لها دور سيء جدا في السنتين الأخيراتين دول على المستوى السابقات مصر وانت بتنجح بره أعتقد أنه دليل واضح وصريح على نجاح رؤية الإدارة على نجاح عناصر الجهاز الفني على نجاح وقدرات الجيل من اللاعبين الحقيقة في ظل ظروف قاسية نحن نتكلم عن مانول جوزيه ونتكلم عن جيل متعب ونتكلم عن جيل تريكا وصح الجيل ده ما تعرضش لنفس الظروف اللي تعرض لها الجيل الحالي كان بيأخذ فترات راحة كان بيبقى معامل جمهور في المدرجات كان كل سنة بيبقى فيه فترة إعداد يعني أقصد أقول اللي حصل ده ما حصلش كمان في الظروف طبيعية حصل في الظروف استثنائية كل الناس في مصر عارفات كلامك منطقه طبعا يعني ده بالعكس أنا منعرفش أرد عليك ده أنت كده قلت كل حاجة سواء أنا شايف كل فترة ولها وقت يعني كل فترة كده لها وقتها إحنا الدوري بتاعنا مثلا ما كانش لسه فيه كاس علام أندية ما كانش فيه كاس سوبر ما كانش فيه يعني حاجات كتيرة ما كانش موجودة أو كانت بتتلغي فكان عندك وقت طويل جدا أنت ممكن تعدي في ريتك بشكل كويس كانش فيه سوشال ميديا والله ما كانش فيه سوشال ميديا والله أيها دي من عوامل يعني للأسف وكمان للأسف يعني معلش أنا أنا جاي أقول النهاردة صراحة مش بعض بعض الإعلميين والله أستاذ أحمد يعني للأسف بتاخد الناس بتوديها للحيطة بمزاجهم هم يعني النهاردة لازم نقلب شوية على كذا فهنأخذ الدنيا لكن النادي الأهلي نادي كبير فلو النادي الأهلي مش كبير مش يبقى لي حد دايما الناجح ليه فشل يعني الفشل ده بيدور وراك لازم يدور وراك عايز وقعك لكن بالطريقة دي بالكسة المنهاجة دي لأ لأ ده أنت فيه حد معين بيرتب الأمور عشان يهد النادي الأهلي لكن النادي الأهلي لما أصدر قرار إن العيبة دي تريح نلعب بالناشئين ولأن الناشئين طبعا أثبتت وجودها في كاس الرابطة قرار يعني يعني عايز عقاري إن إحنا نكمل بالناشئين بتاعتنا لأن إحنا عندنا ناشئين كويسين جدا تفوق الناشئين موجودين في أندية تانية أنا شايف الأمور تتزبط تانية لأن النادي الأهلي يا جماعة الأسد يمرض لكن فعلا من هلك لا يموت ودي حقيقة فعلا النادي الأهلي النادي كبير وطبيعي جدا خذ بالك أقول لك أخذتك لحاجة والله العظيم يعني عشان أنا أصحابي معظم النزام الكوية عشان بس مخدكش في الحتة بعيدة شوية بيكسبوا وعينهم النادي الأهلي تخيل بيكسبوا وقريب من الدوري وعينوا على النادي الأهلي فدي شرف لنا كبير جدا النادي الأهلي بيكسبوا رقم واحدة مصر طبعا محتاجين نرتب إيه عشان نبتدي موسم جيد السنة الجاية نتلفى فيه كل الكبوات اللي حصلت الموسم ده يعني لما جي النهاردة تكلم على سكواد الأهلي المراكز اللي محتاجة دعم لما جي تكلم على فترة الراحة فترة الأعداد لما جي تكلم على صفقات من وجهة نظرك كابتن سعيد إيه اللي الأهلي محتاجوا في خلال الشهرين دول قبل ما يبدأ إحنا عندنا أفريقيا تبتدي في عشر والدعم بالمفروض هيبتدي برضو في نص عشر أول البداية لفترة الراحة تبقى طويلة شوية لشال العيب يريح كأن الدور بالنسبة لي خرص خلاص بالنسبة لي خلاص هنكتشف إن شاء الله بإذن الله مجموعة ناشئين كويسين إحنا محتاجين طرف أو طرفين سراعة محتاجين فروتاني كويس أنا بس عايز أخذ كلمة كان بعض الهجوم على ولي السينمان وبعض اللعيبة طلع من التلاجة يعني إيه كلمة التلاجة فكرة وليد كان من أفضل اللعيبة اللي أجدت جد بشهات الجمهور ده مش رائي برضو يعني إحساسي أو الردود الأفعال على المستوى اللي أقدم وليد في كل المطشط اللي شارك فيها فأنا بكلم على اللفظ نفسه أنت بتطلع لعيبة من التلاجة فده أنا بأخذ الجمه اللي اتعاملت وتمنهجت بشكل مش مظبوط عشان تدمر لعيبة الناد الأهلي لكن كل اللعيبة اللي موجودة في الناد الأهلي تستحق أنها تبقى موجودة في الناد الأهلي لكن ما أخذتش فرص أو أخذت فرص فوقتي مش كويس لكن أنت عندك الراجل عندك مساحة وعندك وقت طويل جدا نحن محتاجين يعني مش أقل من 6 ساعة لعيبة عشان تقدر تغير جلد الفرقة محتاجين يعني تعال معلش أنا آسف فيه لعيبة لفتت نظري يعني فيه لعيب في بيرامدس اسمه ماندي دفندر حاجة يعني احنا ما ضفناش لعيبة من أفريقا كويسة بيرستاو عندك أحسن دفندر في مصر عندك أليو ديانج يعني ديانج ده يعني بسه ماشي خلاص مش موجود معاك فأنا بكلم على دفندر 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 يلعب الفرقة تحتاج اثنين لأنه ممكن الراجل مايلعبش بيدفندرين زي ما دب خلينا اسمع منك رائب في الأسماء اللي تقلقت الموسم ده في الدوري الأسماء لعيبة لفتت نظرك بس خلينا روح اسمح لها روح على أي أساس أنا عرف أن جمهور الأهلي حالة خاصة وعرف أن جمهور الأهلي ما بيتنزل وبيزع على أوي رغم أنه بيفوز يعني هو صاحب الرقم القياس ثاني أعلى ندي على مستوى العالم حق ألقاب وأول ندي على مستوى مصر وأفريقيا ورقاط العربي تحقيقيا للألقاب فبالتالي أنا متخان الجمهور شبعان بطولات لكن في النهاية ما بيقبلش لقب يضيع وما بيقبلش فرقته وتبقى مستوها مش في أحسن حالاته وما بيقبلش نتيجة مش مرضية وما بيقبلش لقب حتى لو كان لقب صغير لا يقارن بدولاب البطولات العظيم جدا اللي بيحتفظ به النادي الأهلي وهرجع مرة تانية أكمل كلامي مع كابتن سعيد وكنا منتكلم في محتاجين الفترة اللي جاي انت قلتلي على المراكز هل في أسماء لفتت نظر كابتن سعيد يعني انت تابعة الدوري والدوري السنة دي أحسن من سنين فاتت عودة الجماهير بكلم على الشكل المضمون في مشاكل كتير جمهور رجع المطشط بقاليها طعم المنافسة إلى حد ما فوق وتحت فضلت موجودة للأسابية الأخيرة هل المسابقة دي أفرازت من وجهة نظرك عناصر يعني تستحق الانتباه أسماء مراكز لفتت نظر كابتن سعيد أنا شايف كل اللعيب في النادي الأهلي الموجودة تستحق أنها تبقى موجودة في النادي الأهلي لكن اللعيبة اللي خلاص تعبت يعني أجهدت أنا مختلف معك في اللي فاتت دي من غير ما أقول أسماء بس الجماهير شايفة أنه في أسماء لما احتجناها في الوقت الصعب ما كانتش موجودة يعني هجيب أسماء معايق أنا أسانا عموما أقول لحضر أحمد أنت ممكن يكون اللعيب من جواه أنا عاوز لكن مش قادر في لعيبة يمكن تكون تظلمت يعني في لعيبة ممكن أن يكون في فترة مستر موسيماني أحمد عبدالقادر هذا الظلم حسام حسن الظلم يعني في لعيبة كتير كانت ممكن تاخد فرص أفضل من كده تظهر بشكل أفضل من كده بكتير ديانجي كان بيقعد مع موسيماني وأنا شايفه من أحسن ديفندر وفي ناس تقارن حتى بأسماء لعيبة رحلت تستحق أنها تكمل وفي ناس شايفة أنه في لعيبة جاءت مكادش تستحق أنها تيجي يعني وجاءت النظر في الحتة دي كتير قوي لا أنا شايف أن كما قلت حضرتك يعني نحن نحتاجين من 6 أو 7 لعيبة لعيبة يعني كفية كده بس عشان أنا مقلش أسماء بس عشان ما تزعل مني خلاص يعني ده خلاص مش هيقدر يقدم جديد تاني خلاص تمام وكنت لسه بكلم حضرتك ودي الميزة يعني نحن بنتكلم بعيدا عن الحلقة خالص يعني أن نحن ليه نجيب لعيبة من أفريقيا بس يعني أنا لماذا نتجاش لأمريكا اللاتينية نروح لبرازيل نروح في دي اتفاقنا فيها دي اتفاقنا فيها لماذا نروح حريف جدا ممكن محطة لأن أنا عندي مدير فني بيبقى عنده أكثر من سيناريو يقدر يمشي به إمتى هلعب زون إمتى هضغط إمتى هايبقى الفيرو الدواهمي في ناس هنص الملعب هو يكمل اطراف هكامل لازم عندك الأدوات أو الماشا لأن خاصة أنت مطلوب منك حاقتين الناد لأول الجمهور في العموم بالشكل اللي نرى الجمهور محتاج يتبسط يتبسط بالأداء فأنت لازم رقم واحد يبقى فيه تناغم وأداء كويس الأهم وهو المكسب عشان البطولة فالجمهور ليس هيبل أكثر من الاتنين دول ففرصة الفرقة تريح راح كويسة على فكرة يمكن لعيبة كتير والله أنا مشفق عليها يعني السلية ده أنا مشفق عليه جدا يعني حمدي فتحي حمدي فتحي موائل السلية وحمدي بصراحة أكثر اثنين استهلكوا يعني أنت أخذتهم من كاس أمم على مطش السنخ ومبالك الضغوط كاس عرب الأول كاس عرب من أول كاس أمم عد على مطش كاس عالم على كل ثلاثة يام مطش يعني الكرة تبقى قدامه يعيني مش قادري مدرجله فحرام هل أنت كان مصر موسيماني ما كنتش عرف تجيب ستة ضد فندرق ويسين بنفس المستوى تقدر تغير لكن عندي وكان عندي مرونة ممكن أقدر ألعب بالعيبة معينة كنت أقول لحضرتك عليه أني لازم عندك جوكر لو أتكلم على ناتز الزمالك ناتز 50% من أداء وبنشارقي مش موجود الحالة الموجودة هي زيزو عشور شي كبالة لما بفوق شوية سيبك من موضوع تعصب ولا كلام ده أنا أتكلم على كورة الراجل عمل حالة كويس قوي لم الناس حواليه وده للأسف عشان هما أفوق منك أنا لازم هنا أقول لك برضو أنه حتى في ظل كان ممكن جدا لو في عدلة تحكمية في الملعب كان ممكن جدا وإنت في أسوأ حالتك إنك كنت تبقى لسه تنفس على البطول لما يبقى عندنا فورس زحمد وإنت لا تأخذ حقك لما عندك تجيب جول ملغئ وفصيد هل الناس تشوف أنا بجد أنا أنا قلت لك إيه بقى لك نتكلم في اللي جاي مش عايزة أرجع تاني برضو مع الناس القديم أنا قلت تعامل يعني كنت بقول يعني رسالتي كانت إنه الأهلي السنة جاي علي إنه هتعامل إنه هيبقى فيه نفس العناصر اللي واجهته على مدار الموسمين دول على أقل محليا أنت في كاس العالم لما بتحسش بالمشاكل دي وحتى أفريقيا نحن كنا وإنت جيلك وإنت تلعب تشتكوا من أفريقيا كانت تلعب في أفريقيا حاجة في منتهى السوق دعيني عين النهاردة وإنت بتلعب في أفريقيا وقت تحقق تقريبا ما فيش مشاكل في التحكيم خالص لكن جوه مصر هنا في مشاكل كتير تمام هاخد كلمتين من حضرتك أن نحن هنلعب كارتو سورش من اللجاي يعني هو كمدير فني ابتهاي لحالة الضغط والتوتر اللي كان عايش فيها من ساعة ما جاء يعني يعالج المشاكل ولا يبتدي يشتغل شغله ولا يشوف إمكانات اللعيبة ولا مش عارف يحكم أساسا على اللعيبة من وجه حالة الضغط والتوتر قلت شوية اللي جاي اللي فاضله في المسم ده إيه الاستغلال الأمثل أو الاستفادة القصوى مما تبقى من عمر المسابعات المحلية في المسم الحالي هو مجرد أنت ريحت تيم النادي الأهلي فانت شلت من على الرجل الضغوط خلاص تلعب بمجموعة ناشئيين عشان تفرز منهم أفضل عناصر يبقى معك السنة جاية أنا شايف رجل زاكي جدا أكيد سيتابع مباراة اللي فاتت كلها يعني مش مطش ولي مطش وثلاثة بسيدي هات طبعا كل المطش هاي بدأ يحط ايده على التيم اللي استحق أن يبقى موجود في نادي الأهلي وعند وقت والعيبة تريح بشكل كويس وترجع لعيبة تلح لحالتها وعند أرجع للعيبة أبدأ بالباك الشمال طبعا عندنا معلول يعني طبعا واحد من اللعيبة اللي أجهدت واستنزفت بشكل كبير من أكتر باك شمال لفت نظرك في الدول السنة دي هو محمد حمدي لعب كرامس قد بشكل كويس مرسلو رغم أن هو كان موجود عندنا في الأهلي حسين السيد حسين انتباهي الباك ليفت اللي هو كان موجود في الجونة دلوقتي موجود في يوتشار أعتقد جوناثون يقدم بشكل كويس قوي وحد فاهم يعني حد فاهم دول أفضل اثنين لفت نظر من وجهة نظرك يعني ونحن نتكلم على أعتقد أنه فعليا ابتدت مرحلة الاستعداد للموسم الجديد شايف المطلوب من ريكاردو سوارش البصمات الطريقة التي يمكن من خلالها يعالج مشكلات الموسم ويقدم لنا النسخة التي نستنينها من نادي الأهلي في الموسم الذي جاء أولا يجب يشوف العيبة التي نحتاجينها يجب أكثر من بوزشن يجب النادي الأهلي ويجب من دلوقتي يجب يجب مع أمريكا لاتينية في الحقيقة والله ياريت أنت محتاج ضروري باكريت بشكل ضروري جدا عندنا أكرم توفيق كان قبل الإصابة بس أنت بردو مش هاتمد على واحد عشان عندك بطولة كتير ستشارك في أكثر من بطولة ويجب العوامل كلها ضدك فلازم لديك البديل والاثنين والثلاثة ولازم لديك مرونة لأن عندك مرونة في اللعبة الملف كله سيتجمع في أن تشاهد اللعبة القديمة بشكل كويس تدف فرصة لبعض الناشئين الذين يظهر بشكل كويس الساعداد بقى كويس سواء إعداد بدني أو مهار أو فني يتعامل بشكل كويس وانا شايف الرجل مدير فني على أعلى مستوى لفكرة لأن يعيش المباراة ويعيش الوقت من أول مباراة وواقف يتنرفز إن شاء الله بإذن الله لأمور تتزبط والأهل يظهر بشكل حيال إن شاء الله نورتنا وشرفتنا كابتن سعيد شكرا السحر السعادة بوجودك معنا ونتمنى نشوفك دايما ربنا شكرا لحضرتك وشكرا لكم على المتابعة وإن شاء الله بإذن الله متفقلين والقادم بإذن اللزم الأهلي دايما عودنا يكون أفضل بشكر حضرتكم على المتابعة وبكرا إن شاء الله نتقابل في يوم المغراء الأهلي والاتحاد وحلقة جديدة والسادسة تحياتي لحضرتكم